موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعت الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن عصابة التي جاهدت حسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا أحبة الكرام الإرهاب الفكري القسم الرابع من هذا الموضوع في بحث الحسين والوهابية حقيقة كان ودي أن أجعل له بعض الأقسام ولكن رأيت لأهمية هذا البحث جعلت له قسما رابعا حتى نعرف ابتلاء الأمة وتشتت الأمة وتمزقها وضيعها بسبب هذا الإرهاب الثقافة المنحلة الثقافة الضالة المضلة على هؤلاء الشباب المضلومين المضللين بهذه الأفكار أحبتي أخوة الكرام أخواتي تعالوا معي حتى أبين لكم بعض الفتاوي نقلنا لكم في الحلقة الماضية وقبلها مجموعة من الروايات من كتب الصحاح كيف الإسلام يوصي بالإنسان المسلم ولا أجد أن يكرر الذي لم يحضر الحلقتين السابقتين يراجع بينا مجموعة من الروايات كيف أن الإسلام يحقل الدماء وكيف الإسلام يقدس الإنسان المسلم حتى لو نطق بشهادة حتى لو قال فقط هذه الجملة لا إله إلا الله لا يجوز أن تخمز إليه أن تنظر إلى نظرة قاسية تحمل حديدة ما يجوز إليك تشير إليه بالسلاح متحمل تشير إليه بالسلاح أو بحديدة ما إليك حق وإلى آخر من الروايات الآن في هذه الحلقة أنقل إليكم كيف هؤلاء يجعلون جواً فكرياً إرهابياً تكفيرياً ضد المسلمين حتى يجعلوا هؤلاء الشباب منحرفين الآن تعالوا معي انظروا ابن جبرين وابن باز فقهاء المسلمين في بلاد الحجاز وأتباعهم ومن يسير على خطاهم موجود والله أخبرون هذا العام هناك فضحصار كبير على الحجاج بتلال حرام في المدينة منورة في البقع الغرقد عند قبر من نبي مجد النبوي مسجد النبي أنت مجد النبي ما لك حقتك القرآن وأما في مكة أيضاً حدث ولا حرج لماذا هذا حتى أقول لكم هذه الأفكار التي سأقراها عليكم مو أفكار جديدة ولكنها أفكار من ذلك الزمان حتى نعرف لماذا قتل الإمام الحسين شهيدة لماذا سبوا عيال الحسين آل بيت الحسين زوجاته وأخواته وبنات كيف سبوا من العراق إلى الشام بتلك الصورة المفجعة ولماذا يقوم بهذه أعمال الإرهابية الأجرامية التكفيرية الخالية من الرحمة في بلاد المسلمين ولا يسميه في العراق لماذا كل ذلك تعالوا أنقل لكم بعض الفتاوي وآراء هؤلاء حتى تعرفوا كيف يفكر أبين فد مقدمة لأن كثير أسأل عن الوحدة الإسلامية مؤتمر الوحدة الإسلامية أو برنامج التقريب بين المذاهب الإسلامية طيب شون يرأيك في هذا الموضوع أنا ما أقول أنا أقول أنظروا ماذا خلف لنا المؤتمرات والندوات في الوحدة الإسلامية التقريب بين المذاهب الإسلامية ماذا قدمت لنا ما بيشي نحن أبناء الدليل ابحثوا وحققوا والحمد لله اليوم موجود الأنترنت موجود مواقع ابحثوا وانظروا ماذا حققت من إنجازات كلها شعارات ما هذا واقع بينتوا في بعض القنوات الفضائية أن وراء هذه الأمور مطامع ومطامح وطموحات سياسية وأن لا صرفة ملايين ومليارات دولارات ماذا حصلنا يوم بعد يوم وضع المسلمين في من سيء إلى أسوأ كلامي صحيح أو لا لأنكم متعصبين كن على أريحية وشفافية هذا هو الواقع لا وسأنقل لكم كلمات ماذا يقولوا عن تقريب بين المذاهب أن تشوفوا من خمسين عام من نادى بالوحدة الإسلامية من رفع لواء تقريب المذاهب بين الإسلام غير نحن الشيعة غير رموز الشيعة مفكر الشيعة علماء الشيعة معلمانهم رفعوا هذا اللواء شفت واحد من باقي المذاهب الإسلامية من باقي المسلمين رفعوا هذا اللواء هل شاهدتم هذا الشيء اذكروا لي أي بلد نادوا بالتقريب بين المذاهب غير الشيعة وعلماء الشيعة نحن رفعنا هذا اللواء الوحدة الإسلامية نحن ننادي الوحدة الإسلامية ولكن الجماعة لا يريدون الجماعة لا يرغب نعم يحضرون المؤتمرات والندوات في الوحدة الإسلامية والتقريباً المذاهب ولكن قلوبهم تراهم مجتمعون وقلوبهم شتان لا يؤمن بك يؤمن بابن بازو بالجبرين ويؤمن بهؤلاء التكفيريين ولذلك لماذا لا نراهم يتحدثون في مساجدهم وفي قنواتهم ضد هذه الأفكار لماذا لا يتحدثون لماذا لا يقول الحقيقة لا يتحدثون طيب الآن سأنقل لكم سأنقل لكم ماذا يقول ابن باز حتى تعرفوا كلامي صحيح نحن نريد الوحدة الإسلامية ولكن الآن شعار شعارات ما إلى واقع نريد تقريباً المذاهب على أي شنة تقارب هم عندهم عقيدة ونحن عندنا عقيدة نعم أنا قلت مراراً يا جماعات الخير يا من تأقدون هذه المؤتمرات والندوات في الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب تعالوا أطلحوا موضوع أطلحوا موضوع الثامن عشر من ذا الحجة يوم الغدير العالمي أطلحوا هذا الموضوع وخليجون علماء أبناء العامة وتحدثون فيها الجانب خليجون نسوي يوم عاشوراء العالمي نسوي مؤتمر ندوة عن يوم عاشوراء وخليجون تهلمون مذاهب إسلامية أي مذاهب حتى من المسيحيين واليهود خليجون نحن ما عندنا نشكار مع أحد نحن نحب أي إنسان ونحب أي إنسان عند عقيدة لا نحل الدماء ولا ننتهك الأعراض ولا عندنا الأموال حلال هم عندهم دماؤنا أعراضنا أموالنا حلال طيب تعالوا نسوي مؤتمر عن الأئمة الثنى عشر عندنا حديث اسمه الخلفاء بعد الثنى عشر تعالوا نسوي مؤتمر عن هذا الحديث نسوي مؤتمر عن علم علي بن أبي طالب أنا مدينة العلمي وعاليم بابوها أنسوف أدموثمر عن هذا الجانب أدعو كل مذاهب الإسلامية من يقول أحنا من ريد ولكن شعارات وراها مصالح سياسية وقضائي ما في فائدة ما في فائدة نحن نقول عقائدنا خلي يقولون عقائدهم وصير حوار وصير مؤتمرات وندوات طيب طيب أنا الآن أنقول لكم بعض ستشوفوا كلامي صحيح عبد العزيزة بن باز معروف ماك واحد من عرفه مفت الديار طرحت عليه مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية شو تقول يا أبي يا جماعة الخير شو تقول يا أبي الباز شو رأيك هذا الشعار اللي رفعه الشيعة هو ما قال الشيعة أنا أقول لك شيعة التقريب بين المذاهب الإسلامي فقال أسمع أسمع التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن التقريب غير ممكن لأن العقيدة مختلفة فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله يعني الجماعة وحدون الله ونحن البقية من وحد الله والله يعني والله أضحك بصوت عالي أحب أضحك بصوت عالي على هذه المسخرة هذا كلام يا شابة بن باز ما تقبل يجد تقريب بين المذاهب الإسلامية يقول لأن العقيدة مختلفة طيب هذا صحيح هذا كلام صحيح فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العباد سبحانه وتعالى طيب يعني أنتوا أهل التوحيد والإخلاص والعبادة والعبودية لله وأنه لا يدعى معه أحد يعني ممشركين هذا معنى وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة والترضي عنهم دي بين عقائدهم والإيمان بأنهم يعني الصحابة أفضل خلق الله هذا أول الكلام الترضي عليهم هذا أول الكلام بحديث هذا شنو أصحابي أجمعين قبل كم حلقة بيّننا قبل حوالي خمس حلقات بيّننا أن القرآن يلعن الصحابة والصحابة يلعن بعضهم بعضا شنو أولهم تدقل كل الصحابة وترضي عليهم وشنو أولا تقول هم أفضل خلق الله يعني أنا والله العظيم يعني يعني كلام والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء بعد الأنبياء زيان وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والرافضة يعني علي خلق الله الرابع أصلا أبو بكر وعمر وعثمان لا يقاس بي علي بن أبي طبعا أقول والله العظيم كتب السنة تقول كتب الصحابة تقول علي لا يقاس به أحد أمير الممين لا يقاس به أحد تخيسوا يا هؤلاء ظلم هذا لأن القرآن يقول أنفسنا وأنفسكم والنبي ما قال على أحد نفسي إلا علي بن أبي طبعا شنو تخلي ويا البقية سأل مهم نقبل الله نمشي نمشي وكلامه هذا كلام بنباز بنباز هذا كل مدح منه مدح أهل الجماعة والسنة الجماعة والسنة مو شنو عبارك كان جماعة أمه نعم أهل السنة والجماعة طيب زين والرافضة شنو حتى ما قال شيعة ده قال شيعة لا قال إمامية لا قال جعفري الرافضة عمي مي خالف إحنا مئات المرات قلنا قلنا إحنا نفتخ الرافضة لأننا نرفض الظلم ونرفض الباطل وإلى آخره والرافضة والرافضة خلاف ذلك يعني كل القالة إحنا خلاف ذلك فلا يمكن جعب بينهما شوفوا يعني شو خلاف ذلك خلاف ذلك يعني نحن لا نوحد الله ونحن ما عدنا إخلاص في عبادتنا إحنا مشركين نعم وفلان وإلى آخره محبة الصحابة ما عدنا أي صحابة إحنا عدنا الصحابة الذين يعملون ويقرؤون القرآن يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن لا ما فقط يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن لا إحنا نريد صحابة يتبعون القرآن ويعملون بالقرآن ويسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وآله إذا كان صحابة هذا إحنا وياه أي صحابة أما صحابة يجتهد وأخطأ وصحابة هو كده لا لا هذا مرفوض هذا قصد يقول والرافضا خلاف ذلك خلاف ما قاله فلا يمكن أجمع بينهما يعني التقريب بين المذاهب ما يصير كما أنه لا يمكن أجمع بين اليهود والنصارى والوثنين وأهل السنة يجمع بين أهل السنة والجماعة وبين اليهود والنصارى والوثنين عبدون الأصنام يجمع بين السنة وهؤلاء أيضا بين الروعة يعني سوانا نحاسنا سواءنا حان اليهود والنصارى والأبد الأوثان لا إله إلا الله فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها إذن أحبتي أنا بيّنت لكم المصدر ما ذكرنا خلنا نذكر المصدر المصدر مثل ما نقلنا سابقا فتاوى اللجنة فتاوى اللجنة في جزء الخامس صفحة 150 وجزء الرابع صفحة 439 قلت لكم هذه اللجنة منه مجموعة من كبار الوهابية معينة في بلاد الحجاز وهؤلاء عندهم كتاب اسمه فتاوى فتاوى اللجنة مجموعة من لجنة من علماءهم كاتبين هذه الفتاوى من ضمنها هذه الفتاوى من ابن باز في فتاوى اخرى ابن باز همات وين هم في كتاب فتاوى اللجنة طيب شي يقول ابن باز يقول افيدكم بان الشيعة فرق كثيرة فرق كثيرة كل فرقة لديها انواع من البدع واخترها فرقة الرافضة يعني احنا الشيعة الامامية فرقة الرافضة الاثنى عشرية لكثرة الدعاة اليها يعني علماء ونشطين بالعالم يعني انشط جماعة بالشيعة هم الرافضة الاثنى عشرية طيب ولما فيها من الشرك احنا مشركين يعني نقول اكم مع الله واحد ثاني لما فيها من الشرك الاكبر كالاستغاثة باهل البيت يعني عندنا ونتوسل باهل البيت يسمونه كفار يعني يقول الهي يا أبا عبد الله الهي بحق الحسين الهي بحق مظلوم كربلاء الهي بحق عطش الحسين الهي بغربة الحسين هذه يسمونه الشركين انا جاء دع اجعل الامام الحسين واصل لله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة انا خال اهل البيت وسيلة خال الامام الحسين عليه السلام وسيلة لله ازحف الحسين اروح لقبر الحسين أزور الحسين أصلي عند الحسين أصلي عند الحسين سلام الله عليه كل هذه الصلوات عند الحسين سلام الله يسمون مشركين وكفار نعم كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة 12 حسب زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة نحن قلنا من موضوع السب نحن عدنا موضوع اللعن وبيين في الحلقة كاملة على اللعن الشيعة لا يسبون ولا يلعنون وإنما إذا قاموا ببعض اللعن لأن القرآن أوصاهم باللعن ولأن القرآن هو الذي لعن راجعه قبل أربع حلقات أصور حلقة رقم 11 من الحسين والوهابية هناك عدنا بحث كامل حول اللعن راجع موضوع اللعن حتى يرتفع هذا الأشكال من ابن باز ماذا يقول؟ يقول يكفر ويسبون غالب الصحابة كأبي بكل وعمر والباقين هذا كلام ابن باز في كتابة تاوي اللجنة طيب بعد شنو عدنا؟ ابن الجبرين ابن الجبرين هذا همات أيضا من هالجماعة زين؟ يسألوا حول وجود الشيعة في الدوائر الرسمية وكيفية التعامل معهم كيف نتعامل مع الشيعة في دوائر يعني تدري بالدوائر الحكومة بلاد الحجاز نبكة عربية السعودية موجود مجموعة من الموظفين في دارة واحدة بها الشيعة وبها سنة وبها أشكال متنوعين يسألون ابن الجبرين ماذا؟ كيف نتعامل مع الشيعة الروافض الاثنى عشرية في الدوائر الحكومية؟ بينما الدين الدين جاب الرسول صلى الله عليه ويقول الدين المعاملة الرواية طويلة حقيقة أنقل العبارة وأختموا حديثي يقول يكثر الابتلاء بهم في كثير من الدوائر من مدارس وجامعات ودوائر حكومية أنا ما رح أعلق أخوة الكرام رح أقرى سريع للوقت بعد ما عندي أنت شوف ماذا يقول عننا نحن الشيعة إذا كنا في دوائر بها سنة يكثر الابتلاء بهم في كثير من الدوائر من مدارس وجامعات ودوائر حكومية وفي هذه الحالة نرى إذا كانت الأغلبية لأهل السنة أن يظهروا إهانتهم الله أكبر أن يظهروا إهانتهم وإذلالهم للشيعة يعني وتحقيرهم يعني للشيعة وكذلك أن يظهروا شعائر أهل السنة فيذكرون دائما فضائل الصحابة ويذكرون الترضي عنهم ومدائحهم وتشتمل مجالسهم على ذكر فضل القرآن وعلى ذكر تكفير من حرفه وما أشبه ذلك لعلهم أن ينقمعوا بذلك وأن يذلوا يقمعون ويذلون ويهان ويهينون وتضيقوا بذلك ويضيق علينا صدورهم ويبتعدوا أما معاملتهم فيعاملهم فيعاملهم الأنسان بالشدة ابن الجبريني وصي السنة أبناء العامة أن يعامل الشيعة إذا كانوا في دوار حكومية معكم أن تعاملوهم بالشدة نعم والغذلة ضيقوا عليهم ذلوهم واستعملوا الإهانة نعم وعامل بشدة والغذلة ويظهر من فجون الكراهية ويظهر البغض والتحقير والمقت لهم ولا يبدأوهم بالسلام لا سلموا عليهم لا سلموا على الشيعة دير بالك لا سلم على الشيعة ولا تبدأهم بالسلام ولا يقوم لهم يعني لذا دخلوا في مجل لا تقوموا لهم ولا يصافحهم لا صافحوهم لكن يمكن إذا بدأوا بالسلام إذا قالوا وسلم عليكم من الشيعة دخل الدائرة الحكومية وشاف جماعة من أبناء العامة قاعدة قال السلام عليكم إذا بدأوكم بالسلام ماذا تقول عليهم قولوا عليكم وما أشبه ذلك هذا تعامل الإسلام المسلم هكذا والله أنا سنة الماضية في الحج كنت في المدينة كنت راح إلى قبر النبي وإلى مجل النبي والبقية زرت وصليت ورجعت بعد ما رجعت شكت واحد واقف من ذول الظهابية العناصر التكفيرية قلت خلال سلم عليه ليه يقول له شيء عم يسلمون كنت معنا هذا ازاي يعني فقلت سلام عليكم نظر إليه والله والله العظيم عندما أقرأ هذا كلام من ابن الجمهرين بالبقية أذكرت تصرفاتهم بسم القرية النص أذكرت قال سلام عليكم نظر إليه بغضب قال وعليكم نحن عندنا بالرواية النبي قائد إذا أهل النصارى أو اليهود واحد من أهل الكتاب سلم عليكم لا تقول له وعليكم السلام قل له وعليكم يعني يتعامل معنا كتعامل النصارى واليهو اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابعا له على ذلك اللهم العن عصابة التي جاهدت حسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل بيته طيبين طاهرين والسلام عليكم جميعا أحبتي ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة